اشتركوا في القناة دلوقتي قبل انطلاق طبعا المباراة ساعة 9 مساء يمكن بنتكلم على اجواء وكوليس معسكر فريق النادي الاهلي الاهلي والانتاج الحرب ان شاء الله على استاذ السلام فيها الساعة 9 مساء اجواء مطمئنة كالعادة حالة التركيز الكبيرة داخل معسكر فريق النادي الاهلي اللي بيفرضها اكيد مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الكابتن محمد يوسف القام بعمال مدير الكرة والمدرب العام زي ما بنقول بس ممكن الحاجة المحزنة شوية لفريق النادي الاهلي اللي هي الاصابات والاجهدات اللي بتضرب فريق النادي الاهلي النهاردة ممكن في المباراة بيفقد النادي الاهلي عدد كبير جدا من اللاعبين اللاعبين مؤثرين كانوا بيقدوا اداء اكثر من رعاة خلال المباراة الماضية لو باتكلم معاك على الغيابات النهاردة اللي بنتمنى النهاردة ان شاء الله ما يكونش لها اي تأثير مع فريق النادي الاهلي على رأس الغيابات عمر السلية سعد سمير علي معلول وليد سليمان وحسام عشور لو بنتكلم سريعاً على حسام عشور كدمة الظهر الأخيرة في مباراة كنبلك اللي هي تأثير وتفضيل من الجهاز الطبي وجهاز الفني براحة حسام عشور أيضاً كمان وليد سليمان تورم الأنكل اللي بعده خلال المباراةين اللي فاتوا على فريقة للنادي الأهلي بيستمر فيه الغيابات وأعطى أيضاً كمان الجهاز الطبي راحة لي وليد سليمان علي معلول الإجهاد عمر السلية هي العضلة اللي الضمة اللي يغيب من خلالها أربع أسابيع واحد من نجوم النادي الآلي بيؤدي أداء أكثر من رائع خلال الفترة الماضية بنتمنى عودة سريعا إن شاء الله لعمر السلية لمواصلة الأداء المميز مع فريق النادي الآلي في البطولة الإفريقية وبطولة الدور العام وأيضا كمان البطولة العربية سعد سمير بيعاني من الإجهاد شريف إكرامي أيضا كمان كان تغيب خلال تدريبين الأخر على ملعب مختار قطتش نظرا ليه ظروف أسرية لكن كفي تنسيق مع الكابتن محمد يوسف القام بعمال مدير الكرة بشكل عام هنا في معسكر فريق النادي الآلي داخل فندق الإقامة القريب من استاد السلام اللي يستقبل نهاردة المباراة في الساعة التسعة مساء أجواء كلها مطمئنة حالة تركيز كبيرة جدا مستر باترس كارتيرون هينهي النهاردة قبل انطلاق فريق النادي الآلي إلى ملعب السلام بمحاضرة فنية أخيرة هنا داخل فندق الإقامة مستر باترس بيحث اللعبين بشكل كبير على مواصلة الانتصارات خلال الفترة الماضية التركيز الشديد احترام فريق الانتاج الحربي عارفين طبعا ان فريق الانتاج الحربي ممكن المدير الفني كابتن مختار مختار واحد من نجوم النادي الآلي يملك عقلية كبيرة جدا فنية المباراة النهاردة يكون فيها تاكتك كتير النهاردة يكون فيها أمور خاصة داخل المستطيل الأخضر بنتمنى ان شاء الله كالعادة النادي الآلي يكون موفق ان شاء الله يكون الظروف كلها مهيئة لفريق النادي الآلي لكن لو بتكلم معاكي على الجمهور النهاردة يمكن أولى الجولات أو أولى دخول مباراة النادي الآلي بالجمهور النهاردة بنتمنى جمهور النادي الآلي كالعادة يكون على قدر المسئولية تشجيع مثالي من أول ديئة لآخر ديئة الدخول هيكون تدريجي النهاردة بتمنى تنجح التجربة الأورى من مرحلتها الأولى مع دخول الجمهور إن شاء الله النهاردة يمكن أن يكون متواجد من 3000 إلى 4000 مشجع لي للنادي الآلي لكن لو بذكر معاك توزيعة الجمهور غلق الباب فتح الباب الأمور الخاصة طبعا بدخول الجماهير تم فتح الباب في الساعة الخامسة بالفعل يمكن دلوقتي جمهور النادي الآلي بيتوافد على استاد السلام هيتم غلق الاستاد في الساعة الثامنة مساء تم تحديد بوابة واحد لدخول حملي التذاكر المأسورة ودرجة أولى يمين وشمال بوابة سبعة لدخول التذاكر الموحدة وبوابة خمسة لدخول طلبة الجماعات اللي أشرف عليها وزارة الشباب والرياضة اللي حصلوا على العدد من التذاكر طبعا بتكون التوزيع بمعرفة وزارة الشباب والرياضة لطلبة الجماعات اللي بنتمنى النهاردة يكون استاد السلام في أذهى سوروم النادي الآلي النهاردة يكون موفق في المباراة جمهور النادي الآلي كالعادة إن شاء الله يكون السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الآلي وكل التوفيق النهاردة إن شاء الله مع النادي الآلي والإنتاج الحربي وأكيد بعد المباراة يكون لنا لقاءات مع اللاعبين ويكون فرحة كالعادة لفريق النادي الآلي حتى يزيل لحظة شيما يمكن دي كانت أجواء هنا في فندو الإقامة وأكيدا نكون مستمرين مع كل مشاهدي وجمهور النادي الآلي في كل مكان بأجواء وكواليس خاصة لمباراة الآلي والإنتاج الحربي أعود لك شيما لك زميلنا كريم أحمد من فندو إقامة معسكر